ثانيا التقويم تعريف التقويم يعرف التقويم بأن عملية تحديد معدل التطابق والانسجام بين الأهداف التنظيمية والإنجاز غرض التقويم جمع المعلومات وأجدار الأحكام التي تتعلق بتطابق عمل نظام التعليم في المدارس مع الأهداف المرسومة والمحددة أهداف التقويم يهدف التقويم إلى الكشف عن نقاط والضعف والقوة فيما ينقز من أعمال التأكد من سلامة الأساليب والإجراءات المتبعة في تحقيق الأهداف المرغوب تحقيقها كشف الانحرافات عن مستويات الأداء المرغوبة واتخاذ الإجراءات الضرورية لتقويم هذه الانحرافات تحديد المستوى النوعي لمخرجات التعليم وفق احتياجات التنمية وسائل التقويم للتقويم وسائل عديدة سنتحدث عن خمس وسائل من هذه الوسائل الإختبارات، المقابلات، حليل المحتوى، الاستبيانات، خمسة الملاحظات مجالات التقويم سنتحدث عن ست مجالات للتقويم تقويم أهداف التعليم تقويم المناهج الدراسية تقويم العمل التدريسي تقويم تقدم المتعلمين ونموهم تقويم جوانب العملية التعليمية المساندة الأخرى سادس مقال من مقالة التقويم تقويم مدى تلبية مخرجات المؤسسات التعليمية لاحتياجات المجتمع ترجمة نانسي قنقر